بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهديننا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص اعتدنا في برنامج لقاء خاص أنه دائما يكون الطرح في البرنامج بكل واقعية بكل شفافية بكل صراحة من ضيوفنا كذلك في هذا البرنامج ضيوفنا دائما لهم التأثير في الرياضة سواء الرياضة الإماراتية أو كذلك خارج دولة الإمارات واليوم عندنا شخصية رياضية إماراتية كان لها انجاز كبير داخل دولة الإمارات وكذلك خارج دولة الإمارات فيه طبعا التحكيم ضيفنا في هذه الحلقة علي بوتسيم حكمنا المنديالي اللي ما زلنا نفتخر بهذا الاسم ونفتخر كذلك بهذه الشخصية بمحمد مسي عليك بالخير وحياك الله في برنامج لقاء خاص ونشكر كذلك على استضافتنا في مجلسك العامر كذلك يا مرحبا حياكم الله وكل عامر تطيبين وإن شاء الله رمضان الله يتقبل مننا جميعا آمين يا رب تعودنا دائما منكم ما شاء الله الصراحة الشفافية والواقعية كذلك تكون موجودة عندك أمور كثيرة بنفتحها ونتكلم فيها كذلك من خلال البرنامج لكن بما أنك متواجز لابد أن نتطرق لموضوع التحكيم بمحمد التحكيم الإماراتي مبع على ما يرام بوجسيم كيف يشوف الوضع الحالي اللي يمر فيه التحكيم وين هو بيت الداء وكيف ممكن نضع خطة علاج ونوصف الدواء في نفس الوقت الحقيقة يعني أننا نحن عدنا نوعية من الحكام جيدين هاي من البداية الوضع الحالي ما كان مثل الأول يعني اللغوطات اللي على الحكام خلتهم يغلطون أغلاط من المعتاد أن يغلط حكم في مستوى الشارع الدولي أو حتى مستوى الحكم في الدرجة الأولى اعتادت بعض الأندية أن تعمل على جانب الضغط وعندها وسائل الإعلام توقف إياها وتشوف أن مسألة الحكام هي المسألة اللي يثير الوضع في التحكيم أنا ما أقولك ما فيه أغلاط فيه أغلاط لكن الأغلاط هذه ما تخرج عن المألوف يعني اليوم ما شاء الله دولة الإمارات والعالم كله يشوف كل دوريات العالم يعني بعد ما صارت الضغوطات والخطأ اللي صار بالذات فيه المباريات الأخيرة اللي عندنا شوفنا البريمير ليغ فيه أخطاء أكبر فيه تقديرات يعني اللي صارت هناك لو صارت هناك أظنني يعني بتكون فيها مشكلة وائد كبيرة بس هل الأخطاء أكثر عن أخطاءنا اللي موجودة نحن محلي أكثر بكثير شوف أنت يعني لو أنت كشخص تتابع عشان بس تقارن ما بين الأخطاء اللي عندنا والشامبين ليغ ما أقولك في مباريات بسيطة والبريمير ليغ يعني عقوبنا احنا بتقريباً يومين ثلاثة أيام طلعت حالة في بريطانيا في البريمير ليغ الحكم خذها أول فاول أقوب جول أقوب فاول أقوب جول خذ خمسة وست قرارات في نفس اللعبة وبعدين استقر على أنه فاول هذه اللي صارت عدنا كان بتستوي عدنا يعني عليها إشكالات وايد كبيرة اليوم نحن في وضع مختلف اليوم يا الفار الفار بدأ يطلع حقائق ما كان يشوفه الإنسان بالعين المجرد العادية اليوم اختلف القانون عدنا أول تفسيرات القانون بسيطة جدا اليوم طلع فيه قانون وفيه اعتبارات الاعتبارات هي الشرح كل حالة في الحالات التقدير الفاول الهندبول لمسة اليد التسلل هذه إلى الآن احنا كنا كمسؤولين تحكين من متفقين عليها يعني احنا نسير في آسيا كل سنة تنحط لنا أقول أربعين حالة عشان نوحد القرار ما بين الحكام هالأربعين حالة أغلبهم وكثير منهم تلقى خمسين في المئة من المراقبين الحكام ومحاضرين الحكام خمسين في المئة مع قرار فاول وطرد خمسين في المئة مع انذار حالات ثانية على أن تسلل أو ما بتسلل لأن ما فيه اشتراك هندبول رفع ايدن هزل ايده هذه الأشياء بظل دايما ما فيه اتفاق ما فيه اتفاق لأن الاعتبارات هذه كلها شرح وهاي كلها اجتهادات شخصية فبظل هذه موجودة ما زادت الفترة هذه زادت لأن الاعتبارات زادت الشرح اللي صار في الموضوع صار وايد أكبر من الأول أول عمده ومبعمد أحين لا رافع ايده فوق الكتف تحت الكتف ووضع طبيعي صارت بالكرة ردت بالكرة أشياء ما كانت تأخذ كتفاصيل مثل ما كانت عندنا أول في التحكيم الله يهديه هذا الشخص اللي عطوه للتحكيم وغير القانون في الفترة الأخيرة دخل في تفاصيل يعني خلت الحكام دائما في تردد خلت هذه مرات الحكام التركيز موالم يضيع عن حالات اعتيادية مثلا كل يوم ضربت يعادة ضربت الجدام وبيعادته وكذا هذه حالة دوم تنحط في الامتحان ودائما مراكزين عليها الحكام المساعد شافه الحكم مسكين شافه لكن تركيزه في الحالات الثانية خلته تشتت اليوم اللي صاير الضغوط اللي صاير على الحكام إذا أرلينا بهذا الشكل احنا بنقضي على حكامنا اليوم الشي الوحيد اللي نترفس بحنا مع الفيفا الحكام يعني احنا كاس العالم من تسعين ما شفناه من تسعين اليوم تتكلم عن واحد ثلاثين سنة ما تواجد لا الحكام ما تواجده إلا الحكام بشكل مؤثر كرتنا مريضة كرتنا ضعيفة وخذ دليل واحد بس بسيط خل واحد من اللي ياخدون ملايين من اللاعب يصير العب برا خل يصير واحد العب برا ما حد يباهم لأنه ما عند من المستوى اللي أهلهم أن يلعبون في الخارج وبالمبالغ اللي يستلمون الإدارات الإدارات ما عند الإدراك الكامل شو هو الاحتراف شو تقصد أول شيء بمحمد أنا برجع لهاي النقطة بس أنا برجع للنقطة اللي ذكرتها في البداية ذكرت أنه في ضغوط من بعض الأندية على التحكيم ليش هذه الضغوط وشو سببها الضغوط هذه شاف وأنه فيها تأثير لمصلحتهم يعني لما الحكام يشوفون أنه هذه الأندية تسوي برامج تلفزيونية تسوي ضغوط من خلال الإعلام على حادثة معينة تقديرية لماذا ما تسمية دفاعا عن حق النادي هذا لا حق لنادي واحد هناك نادي ثاني موجود وهي حارة تقديرية ممكن تكون مع هذا ممكن مع هذا وهذه مختلف عليها في كل مكان ما بلاعدنا هذا الوضع الضغط هذا ما يجبون نسوون الأندية في الخارج لأن الاتحادات لها موقف مع الأندية التي تحاول تستغل سلطة نفوذ ضغوط على الوضع في التحكيم لأنه يأخذ حق الآخر يصير الحكم يفكر قبل ما ينباره وهذا النادي لضغوط يتمك يفكر مرات إذا 50 50 يصير للنادي اللي هو عنده ضغوط وهذه بالفعل شبناها بعد ما صارت الضغوط لماذا الحكم لا يكون مهيئ الحكم مهيئ لك الحكم بنياده الحكم طالع من بيته عنده أم عنده أبو عنده عيال الناس تطلع في التلفزيون في الإذاعة في كذا تتكلم عليه بأشكال مختلفة يحس يعني جدام أهلي جدام كذا يعني يعني توصل لإهانات توصل لكذا ليش بو محمد يعني بالتحديث هذا الموسم كثر الحديث عن التحكيم لدرجة وصلنا للاحتقان وصلنا إلى مدى بعيد في نفس الوقت رغم الوضع العام كأخطاء أقل من لو تكلم عن قبل خمس سنين ست سنين وعندنا حكام مؤهلين عندنا حكام في أعمار جيدة وماشين زين لكن هذه ما لم نحكم نحن ما كنا نحكم كان الإعلام واقف وينا الأخطاء الناس تقبل لك أنها أخطاء اليوم لا تقبل الأخطاء ولا تقبل التقديرات التقديرات هذه يوم مبخطاء يعني أنا سأشوف واحد من المحللين يحل الحالة هذه على حسب توجهات نحن من الفيفا والاتحاد الأسيوي تحليل مفصح لأن هذين لا يأخذون دورات أنا زعلوا علي لما قلت خبير نعم شو معنى خبير ولا واحد رد على السؤال من هو الخبير في كل مكان في المحاكم في المهندسين في الأطبة الخبير له شروط ومواصفات ما نشفناها هذه وبعدين شفنا الأخطاء اللي يرتكبها المحللين أكثر من اللي يتسبون الحكام رغم أن يارس على كرسي وبرتاح في أخطاء كثيرة طبعا أخطاء كبيرة لأن وايد منهم ما عندهم متابعة كيف ما عندهم متابعة وهو نفس الوقت ما بقول خبير تحكيمي لكن هو محلل في نفس الوقت تحكيمه محلل في محطة أنتو شوفوا سووا التحقيق هذه شو الدورات عندهم في دورات في اتحاد الدولي في دورات اتحاد الاسيوي في تأهيل من اخذوا علي نقطة ليش قلت بيعرف انجليزي هذا واقع اليوم أي واحد بيدخل محاضر أو مراقب حكام في اتحاد الاسيوي يجب أن يكون ملم باللغة الانجليزية وفاهم في اللغة الانجليزية لأنه يكتب التقرير بالانجليزي بيشرح الحكام بانجليزي إذا اختلفت أنا وياك النص المؤتمد الانجليزي أو الألماني أو الفرنسي أو الإسباني ما بالعربي العربي ترجبة هي بس هم حكام دوليين في نفس الوقت حكام دوليين حكام دوليين لكن إحنا لو لدورات المعتمدة التي نصيرها كل سنة في الاتحاد الآسيوي سنكون ضائعين لأن التجديد ليس موجود في المتابعات التي في التلفزيون موجود في المحاضرات التي يحضرون دورات التحاد الآسيوي من يحضرها من يحضرها بير كولينا الذي هو رئيس اللجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي ومدير تطوير التحكيم في الاتحاد مدير التطوير الاتحاد الدولي والثاني مدير الدولي ورئيس الحكام أو تطوير الحكام في آسيا فهذه لديهم كل جديد والتفسيرات ويحضر منهم الذي كاتب القانون أما إحنا يسر في التلفزيون وغلا أنا تابعت مني وغلا تابعت مني بمحمد هل هذا الكلام طلع الحين عقب ما ممكن كان لهم دور في اكتشاف الحكام في الملعب لا للأسف أن أنت طالع أو أنت متابعة طبعا طالع التحليل باختلف من هذا و هذا سنذهب مختلفين حكم في الملعب ما يختلف وهذا شيء طبيعي أنا ملوم أنه اختلفوا لأن الحالات التقديرية من اليوم إلى ما تنتهي كرة القدم وبتكون فيها اختلاف لأن فيها تفسير للحالة من خلال اعتبارات يعني حالة واحدة الهندبول طالع كم اعتبار له يعني اعتبارات عديدة كلها عشان تحكم وهذه الاعتبارات ممكن نختلف فيها و كذلك الطرد والانذار والانذار الثاني حالات العرقلة فهذه كلها اليوم الأول العرقلة لمجرد أنك اشتراك عرقلة أحيان ذهل الاشتراك مؤثر و مؤثر المسك مؤثر و مؤثر الدفع مؤثر و مؤثر أول ما كان موجود دفع دفع مسك مسك بعدما الانذية طلبت و في نفس الوقت تبغي تقلل من الأخطاء التي حصل لكن هل اليوم إذا وجد الحكم الأجنبي بمحمد ممكن يقلل من الأخطاء التحكيمية التي موجودة عندنا إذا كان يقلل في بلاده يقلل هنا لكن هاتف لحد في بلاده لا يوجد أخطاء أو أخطاء أقل من الأخطاء التي عندنا لأن اليوم نرى كل دوريات العالم هذا الوضع في كل مكان أمس ريال مدريد و برشلونة نعم عقوبة شو صارت زوبعة على القرارات اللي كانت في المباراة ريال مدريد برشلونة يعني ملايين الدنيا كلها في هذه الملعب واللعيبة نعم و صارت ألعاب فيها تقدير يعني الحال اللي شفتها أنا شوفها ضربت جزاء الحكمية شوف أضربت جزاء المراقب اللي في الفيديو يومين شوف أضربت جزاء ممكن يكونوا نص بنص معه و ضد وهذا شيء طبيعي بيظل مع كرة القدم فاليوم القرار قرار ضغوط ما بقرار فني لخدمة اللعبة أو يعني إعطاء الحق أنت ما تشوف في أندية ضررت من التحكيم هذا دائما منتخبات ضررت من التحكيم ما بالأندية هذه كرة القدم من السوات ما حد عنده حل جذري لأنهاء فيه حلول لتطوير الحكم و اليوم أكثر اتحاد فيه عمل لتطوير الحكام اللي هو اتحاد الاماراتي اتحاد الاماراتي اتحاد الامارات هو اللي عندك كل الامكانيات و حط كل البرامج لتطوير الحكام لكن الاخطاء بتستمر اليوم بعد احنا ما ننسى لدينا نحن تحول من جيل إلى جيل عندنا شباب كثار اجداد نأمن فيهم للمستقبل اليوم عندك محمد عبدالله يمثرك في كاس العالم محمد عبدالله عنده آخر دورة فتبويجيل يمشي وراء اذا سيبت الاجنبي بيقولك انت ما عطيت ثقة في بلدك تبويجي بعد وديك يا كاس العالم فبقى تظل مثل ما دورينا فشلوا الاداريين برفع على المستوى العالمي الاداريين يبقون يفشلون الحكام ويخلونهم حق الاستهلاك المحلي احنا دورينا استهلاك محلي استهلاك محلي انت شوف لأية مباراة بعد ما تنتهي عليها ثناء ان هذا مستوى يشرف عقب كل مباراة قاله والله مباراة مرتقة للمستوى ذكرت محمد عبدالله ليش عندنا التحكيم او لجان التحكيم تعجز انه تطلع عندنا حكم موهوب مثل محمد عبدالله من عقب محمد عبدالله ما شفنا حتى واللي شفناهم يعني المستوى قد يكون وسط او حتى اقل او ما في استمرارية كذلك في التعلق محمد عبدالله حصل دعم حصل ناس توقفوا اياه الشباب اللي طالعين اليوم هذين كلهم او كم واحد منهم من برامج اسيا العالمية هذين خذتهم اسيا ودتهم امريكا الشمالية او الجنوبية او غارة ثانية عشان يحكمون في مسابقاتهم لأنهم مشاريع حكام جدد لكن هذا لم يهي هنا هذا الشاب يفويل الدعم يفويل الدعم موقف يعني يسند ليش اللجنة ما تدعمها ليش اللجنة ما تدعم اللجنة ودت الدورات اللجنة ودت عسكرات لكن ايه في دوري على الغلط اللي سوى او اللي ما سوى عليه يعني ضغوط ان هذي غلط غصبا عنه اليوم الحكم عنده اغلاط واغلاط المحلل واغلاط التقدير الاندي بعد تنعق على الحكم فيصير غلطه وغلط المحلل وغلط الاندي الاندي كان بيتحمل هذا وبعدين كله تنخذ لان فيه طرف يعني يبغي حق سوان لا ومبل يبغي حقه يبغي حق يبغي زيادة طرف من الناديين اللي يلعبون فلما حصل حد يساند في هذا الشي يأخذك كأنه بالفعل هذه خطأ وتنحسب على الحكام اخطاهم واخطاء الآخري والمصالح اللي للآخري فهذه تبغي لها مواقف قوية أما المواقف اللي هي يعني ما تسند المصلحة العامة للكرة ما أعتقد بتودينا بعيد جميل لجنة التحكيم وبرئاسة الكابتن علي حمد والاستقالة اللي حصلت كيف تشوف هذه الاستقالة البعض شافها أنه لابد أنه يستقل لأنه خلاص الأندية الشارع الرياضي للجميع ممكن غير قابل للجنة هذه بسبب الأخطاء التي هي متكررة في التحكيم والبعض يشوف فلا هذه هروب نوعا ما من الوضع الحالي أنت كيف تشوف بما أنك أنت كذلك مستشار في اللجنة شوف أني خلت من ناحية أولا كل اللي يشتغلون متطوعين فيقول لك أنا بادل جهدي وأنا يعني عاطي وقتي لتطوير هذا الجهاز إذا ما حصلت دعم ومساندة أنا ليش أستمر ثانيا إحنا عندنا عيب كبير الاستعانة بالحكم الأجنبي فولا واحد من اللي موجودين يرضى أن يكون في وقت رجع في الحكم الأجنبي أنا أكلمك أنا واحد من الناس اللي كنا دعمت الحكم المواطن اللي من طلعنا إحنا شلنا الحكم الأجنبي وكان عندنا قرار قوي جدا من الشيخ حمدان بن زايد كان رئيس الاتحاد الله يحفظه قال من يومها هذين الحكام سند للكرة ومن اليوم إحنا تحكيمنا مواطن راحت كل المهازل اللي كانت مع الحكام الأجنبي واللي في عمر نحن وعاشوا الوقت ذاك يعرفون ما معنا المهازل وشافوا المهازل اللي كانت مع الحكم الأجنبي اللي منهم يرقص في الملعب اللي منهم يعمل مهازل في الملعب ويذكرون أغلب الناس اللي عاشت فترة الثمانينات من بعد ستة ثمانين تحكيم دولة إمارات خذ عشر سنوات الأول في آسيا وفي العرب وفي التقييم الدولي كان هو المرشد للنظام اللي هو طريقة تحكيم المباريات يعني كان أول النظام اللي عنده منظام الطريقة القطرية من دولة الإمارات طلعت الطريقة اللي هي النظام القطري اللي تحرق الحكام بشكل آخر عن اللي كانوا يتحركوا فيه طريقة تقدير طريقة تحل المشكلة قبل وقوعها هاي كلها طلعت مبادئ في التحكيم اللي ليس في التحكيم يعرفها الآن هاي طلعت كلها طلعت من دولة الإمارات لأن الإمارات اعتمدت على الحكم المواطن وحصل سند من الاتحاد جميل بمحمد يعني اليوم نشوف نحن استعانا بلاعبين محترفين أجانب نشوف مدير رياضي أجنبي نشوف مدربين أجانب في كرة القدم وغيرها من الألعاب ليش ما تبغون فكرة الحكم الأجنبي حتى وإن كانت تجربة أو قياس كذلك للمستوى الذي يمكن يقدمونا نحن كلما نقول شيء قلنا شوفوا بريمير ليغ شوفوا الليغة شوفوا السريع الإيطاليا وغيرها شوفوا إذا حد منهم يقدر يدخل حكم أجنبي عنده هاي بس مستوى حكام ومثل مستوى حكامنا احنا حكامنا أنا أقول لك أنا جدامك الحين دخلت ثلاث دورات كاس عالم يطلع الإنجليزي من الدور الأول ونحن نوصل لين المراحل الأخيرة محمد عبد الله يستمر والحكام الإنجليز يطلعون هناك عندهم الحكم فاهم نظام اللعب في البلد فلذلك الإنجليزي يقولك إذا نبغيه بحكم له من إيطاليا لازم يخضع عليه دورة أعتقد قالوا ستة شهر أو سنة عشان يتأهل لأن يكون حكم في الدورة الإنجليزية رغم أن يحكمهم في الشامبين الليك إحنا لما نبغي نقتدي بشيء قلنا هذه الدوريات الكبيرة لما نطالع النظام ما لهم ونبغي نتكلم عن حكم مجنبي لأن فكرة يعني فكرة مستهجنة ما في فكرة طبيعية ما بيساهم في تطوير التحكيم عبدنا كان ساهم قبل اليوم كنا نحن في الستة وثمانين دمر كل شيء بس ما كانت المطالبات مثل الحين التركام موجود فالحكام يو بأن تشافوا الحق أكثر والتطوير في التحكيم أكثر لما يل حكم المواطن وعشتنا من الستة وثمانين إلى اليوم يعني تتكلم عن سنين فوق الستة وثمانين سنة كلها بالحكم المواطن وصلنا كاس العالم وصلنا كؤوس العالم للشباب وصلنا كل المستويات لأن اعتمدنا على تطوير حكمنا الآن بنزل مستوى حكمنا وبنتملك دولهم بشكل شحاتين نسأل اتحادات الثانية الحكم الفاضي اللي ما عنده شيء يودوه يغلط الحكم يعني ياخذها ليش ما يكون من أفضل الحكام ممكن على مستوى العالم يكونوا هم اللي موجودين لا لا ما بيقول لك الحكم اللي في وقت فاضي ليش؟ طبعا طبعا أنت دوري أهم من دوري كده هنا بي أنه بيحصل دخل بدون تاكس بيحصل لسفرة بيحصل لراحة وما عنده ضغوط بيحكم بيصفر بيروح انتو شو؟ احنا اليوم ما يحتاج بعد تجرب طاعد البلدان الكبيرة طاعد بصر شو اللي صار فيها حين من تقريبا خمسة عشر عشر سنة باعتماد مع الحكم الأجنبي من ضمنها أكبر الحكام باتوه لكل الفرنسي نصر مباراة وقفوه روحا شوفوا كل الدوريات اللي تعتمد على الأجنبي هاللي صاير فيه يعني نحن مبشا يديد بنشوفه نحن نعرفه ونعرف الحكام ونعرف اللي صار يعني طول السنين هذي لأن مبدأ مصر طلبتني أحكم ثلاث مرات الأهلي والزمالك ما رحت لأني ما أرضى حكم أجنبي في بلادي فأنا أبعد ما يسوي أن أنا كأجنبي أسير هناك تونس طلبتن ليبيا إيران أكثر من دولة ما أرضى يتسير لأن المبدأ أني ما أرضى حكم أجنبي في بلدي فكيف أرضى أنا أكون أجنبي في بلد ثاني أكيد نظرة الحكام اللي بتكون نظرة فيها نوع من يعني الاستياء جميل كيف تشوف الاتحاد الحالي وهل الاتحاد الحالي فعلا ما قدر يحمي التحكيم بشكل كافي وأن اليوم الحماية الكاملة كانت على لجنة الحكام فقط شوف الاتحاد الحالي الحمد لله محصل قبول كبير من المجتمع الرياضي في بلد محصل قبول من الأندية موقفه مع التحكيم كان بقوي موقفه في أخطاء ونعرف أن هذه أخطاء لكن الأخطاء هذه موجودة مع اللعبة وما نقدر نتخلص منها كان مفروض أن يكون لقرار مع لجنة المحترفين لأن اليوم بالضغوط ما من الاتحاد من الأندية من لجنة من الرابطة تقصد الرابطة تمثل الأندية للرابطة تمثل الأندية الأندية فالرابطة تبقى تفعل كل شيء يرضي الأندية بس الرضاء الأندية ما بعله حساب المصلحة العامة في الكرة يعني أنت اليوم شوف الاختلاف اللي صاير الكبير على اللجنة اللي في الرابطة بتقييم الحالات اللي هي ما لها مرجع عالمي يعني حتى في طريقة تأسيسة كان مفروض لو بغى يسوون شيء مثل شديه كان تكون يعني فيها تشكيل مقنع شو تقصد بالتشكيل المقنع؟ اليوم انت حاط فيها حكام مبتعدين لأن تحكيم من سنين ما يعرفون التطورات التحكيم قد يكون متابعين اللي هم تابع ما يفيده مثل ما قلت لك أنا أتابع ما يكفيلي إلا أكون مرتبط مع الاتحادات الدولية أو حتى الاتحاد المحلي أني تكون لدورات بحضور انتحادنا ما شاء الله مسوي دورات بحضور ديفيد كليري هذا اللي هو مكاتب القانون بحضور اللي هو كلنا بحضور هذه اللي لازم تصيلوا في السنة على الأقل دورة أو دورتين بوجود الناس اللي مثل هذه يكون يطورون يتابعون التحكيم والقانون بالشكل اللي هو يتفسر باليوم في الاتحاد الدولي فأعتقد أنهم يعني أنت مش مع اللجنة أنا اللجنة أساساً ما بيها لكن إذا كانت ضغوط أنها لازم تكون موجودة أن تشكل بشكل آخر تشكل بشكل يعني يظهر فيها الحقيقة بشكل الصحيح رغم أن الحقيقة لما يكون الناس متخصصين بيصير بينهم مختلاف الموضوع اللي بكلاس ما عندنا مختصاص النادي اللي يبغي يرجع حقه أو يبغي يعترض وين يصير يعترض إذا أنت لغيت هاي اللجنة هذا نظام الكرة قرار الحكم النهاية فيما يخص نتيجة المباراة هذا في كل مكان الحقوق الضائع و أكبر في المستوي السيء اللي نحن فيه الآن هذي اللي يزعجون و يرونوا شو طلعتا في الانديا ترونوا من لعب اللي طلعتوه من حق الانديا حق المنتخب هذي اللي الآن يصارون يزعجون في الانديا في الإدارات راوونا شو طلعتوا للانديا شو طلعتوا للانديا غير صرف ملايين عالفاضي في تغيير مدربين في تغيير لعبين في مستويات سيئة بحد يحاسبون هذه هذين اللي لازم يتحاسبون هذين اللي عاطينهم مسؤولية تطوير الكرة شو سوهم فلندية معقول نادي يصرف لمئات الملايين ويشتري ناقل لعب من فرق يعني يدوب عنده مدربين من المدارس يدربون لعبتها وين تصرفون على الناشئين وين تصرفون على تكسمون أكاديميات وين تصرفون على هذا ما تقولوا تطلعون لعب من عندكم تصرفون ملايين الدنيا وتقولون والله التحكيم من زي وين اللي لنتوا خربتوا رأوا أوكي لحي التحكيم خربان التحكيم سيئ مستوياتكم زينا هل هذا المستوى يتناسب مع دولة الإمارات سيطع الإمارات في الخيول الأول سيطع الحف القوارب الأول سيطع في مجالة وايد في الهجن في الهجن تعال لعند كورة القدم في وجود صغيرة من الإلعاب سيطع طالع في كورة القدم لأن الناس اللي موجودين في الإدارات ما يفقهون شيء دخلوا على كورة القدم ما دري من وين أنت تشوف منهم لني أساسا في كورة القدم بس بس بعد في نفس الوقت أنت ما يستوى تقول بو محمد هذا الكلام نحن عدنا في الأندية اليوم في قامات رياضية في أسماء رياضية إذا نقول الكل ما يفقه في كورة القدم في الإدارات من هو يدير كورة القدم في الأندية نحن نشوف فترة أنا نحن خلي منه يدير أبغي النتيجة هات لي عباقرة بطلع لي مستويات مثل شيء بقوا ما فائدة أنا نحن تشوف النهاية تابوي تابوي مستوى لكورة القدم اليوم المستويات ما تشرف دولة مرات ولا تناصل مع دولة مرات بغض النظر منه يدير أنا برجع لهذه النقطة شو رأيك في موقف اللجنة الجديدة وتصريح كذلك سيد محمد عمر بأن اللجنة بتسحب الشارة الدولية من الحكم في حال تراجع مستوى هل تشوف هذا علاج للأزمة أو ممكن يكون فيه تفاقم كذلك أكثر للأزمة الحالية الحكم الدولي الشارة اللي عنده هذه من ملكه هذا مستوى أخوي قدمه يكون يمثل الدولة في الخارج تمثيل المشرف نحن أيام ما كنا سحبنا ست شارات في وقت واحد أنت اليوم ما في ساير يعني سياحة لما تروح تمثل الدولة في الخارج أنت لازم تحافظ على مستوى يشرف البلد مستوى فني لياقي كذا يتناسب مع سمعة الدولة اللي ما يقدر يحافظ على مستوى إلا إذا كانت عنده ظروف يعني بعد ترى أنت اللاعب ترى مرات توقف إياه ستة شهر سنة لأن تعرف أنه عنده إمكانية لكن مرت بظروف بظروف نعم فأنت هذه تدرسها وتشوفها بالنسبة للحكم بس اليوم الشارة بملك الحكم هذه البلد اللي يمثلها التمثيل المشرف واللي عنده المستوى المشرف للتحكيم نعم فهذه هذا مبدأ عام هذا مبدأ عام ما في مجال أنه يعني قال لي علي ولا قال محمد ولا قال لي يوسف لا هذا مبدأ عام وما أخوذ به في كل مكان إلا المكان اللي فيه المجاملات معقولة أما اليوم اللي مثل ما قلت لك اللي فيه اعتبارات يعني أنا أصبر على واحد لنعرف أنه عنده مستوى جبي بمحمد أبغى تكلم عن يعني نفس الوقت التحكيم أو الحكام كان يشتكون على موضوع الخصومات المالية الكبيرة اللي كانت تستوي عندهم في المباريات أو المكافآت اللي كانوا يتقاضونها وأنت واحد من الأشخاص اللي كنت كذلك في اللجنة ومستشار في اللجنة ما تعتقد أن هذا كان سبب كذلك اليوم بأن الحكم في كل مباراة ممكن نخصم عليه مبلغ وشوفون المبلغهم من الأساس إنه قليل أنا ما عرف كم من الخصومات اللي يخصبون عليهم لكن ما أعتقد أن الخصومات كانت بهذا الكم اللي تقوله ولازم تكون على أشياء مؤثرة والحكم سبب فيها فيه أغلاط تقديرية وما يجبون أن يخطئ عليهم فيه أغلاط صعبة وما يتمكد الإنسان الإنسان عنده قدرات إذا كرة مرتدة وبسرعة الحكم دونه مكبر واللعيبة موقفه زين انطلاقه زين لكنه ما يقدر يلحق الرؤية الصحيحة لتخال القرار بعد هذه ما أعتقد أنه عاقب لكن الأشياء اللي من الحكم حكم السبب فيها هذه في كل مكان في كل عمل بس بمحمد ما يعقل اليوم أن الحكم إذا رجع للفار يبغي اليوم يصحح الخطأ اللي هو وقع فيه يخاف أنه يخصم عليه والمباراة اللي بعدها ما يحكم ما أعتقد هذا يتوقف فيها هذا موجود ما أعتقد يعني لأن اليوم الفار مثل المساعد الحكم اللي هو نسميه لينمن مثله صار جزء منه من التحكيم اللي هو الفار يساعد الحكم في الأخطاء اللي هو ما شافه والحكم عنده القرار النهائي في الموضوع لكن اليوم يقاس الحكم بقلة تدخل المساعدي في القرارات اللي تخصه يعني اليوم الحكم أساس في التحكيم عندنا اللي هي المواقف اللي هي البوزيشنينج اللي هي تعطيه القدرة بأن يشوف الأحداث بشكلها الصحيح فإذا فاتت عليه أكثر من المرة في مواقف أنه ما قدر يقدرها نتيجة أنه ما فيه صحيح بعد تحمل مسؤوليته بس أنت بتخليني أنا هنا أتردد أني أنا أرجع للفار بحيث أني أنا صح الخطأ اللي أنا فيه بتخليني أنا كذلك في نفس وقت قلق أني أنا من الأساس خلاص أنا عارف أن المباراة لا أحكم فيها لا أعتقد لأن اليوم مبهو براية اليوم الفار مسؤول إذا الحكم لا شعف شيء مسؤول الفار خبره لا قراري أنا قراري يكون خاطئ رجعت للفار بالفيديو الموجود أو الحكام الموجودين رجعت لهم وصححوا لي القرار في هذه الحالة أنا يخصم عليك حكم هذا موجود لا لا أعتقد لا أعتقد بهذه الطريقة الشيخ يعني هذه أقصى الشيء لا أعتقد في الأشياء البسيطة التي هي مسؤوليته هو أن يشوف أكثر من الفار ممكن يأخذ فيه قرار لكن الحالات التي هي الفار اليوم مساعد له اليوم الفار صلح في العالم كله لا أقل عن 5% من الأخطاء التي كانت تمر فلذلك هذا سلوب مساعدة الحكم أصبح اليوم والتحكيم لا يستغني عنه بمحمد ذكر أن منصبك في اللجنة كان شرفي فقط لم يكن لك تدخل في قرارات اللجنة أو كان لك تدخل في بعض التعديلات شوف أنا استشاري لا أحضر الاجتماعات رغم أن يستدعوني أحضر الاجتماعات أنا لا أحضر الاجتماعات لأن هذا عمل تنفيذي للجنة يتم استشارتي في بعض الأشياء وهذا المنصب أنا لا أريد بالنسبة لأربع سنوات مستشار لبلاتر الاتحاد الدولي الذي يرجع لكتاب الاتحاد الدولي يرى اسم علي بوتسيم مستشار لرئيس الاتحاد الدولي تقريبا أربع سنوات أو يمكن ثمان سنوات فلذلك هذا المنصب أنا متعود عليه دوري استشاري لا بدوري تنفيذي لا بدوري في كل شيء الأشياء التنفيذية هم يأخذون أنهم عايشون الوضع في التحكيم فلذلك أنا مجرد يعني وجودي للأشياء التي تدعم التحكيم من خارج اللجنة ما كانت فيه تدخلات فيه في قرارات معينة تعديلات أنت ممكن تشوفها تصب فيه في مصلحة التحكيم عندنا لا والله غلابها كان يستشيروني بصراحة يعني الجماعة كان ماشينزين الاتحاد الفترة الأخيرة من الاتحاد من الاتحاد الجديد حصل دعم زين الجماعة بدأ برامج مشجعة جدا اللي كانوا موجودين نقوة تحكيم الإمارات وآسيا كل اللي موجودين يعني كلهم مؤهلين داخليا ومؤهلين في الاتحاد الآسيا ويخذ رأيهم في الاتحاد الآسيا وخلقه وعلاقات مع الاتحاد الدولي من أعلى ما يكون بمحمد قبل الله نتطرق لأمور ثانية خلنا خلنا نتكلم بشكل عام عن التحكيم وشو اللي ممكن تقوله وهل فعلا اليوم تحكيمنا نحن في خطر مثل ما نشوفها البعض ولا الوضع طبيعي أنا ما شوف تحكيمنا في خطر أنا شوف الموارسات الموجودة هاي اللي تخلي الكرة كلها في خطر يعني طريقة الضغاطات اللي موجودة اللي تأثر على حكام اجداد توم طالعي الضغاطات اللي تقصدها من الأندية من الأندية ومن الإعلام اللي يوقف بطريقة واضحة ما بنى المصلحة الكرة بشكل عام من التعبير عن يعني طرف واحد مبعد إذا الحكى إذا الإعلام ما كان مع الحكم في أخطاءه هل هو يعتبر ضده يعني لا نحن ما نقول يدور في أخطاءه يعني طيب الصراحة احنا أول مرة الشحنة المحللين للشسم للمحطات وانا شخصيا كنت في أكثر محطة محلل ودور المحللين وإذا هم الله خير وايد منهم ماخذين هذا الجانب اللي هما يطلعون الأشياء اللي هي تخدم التحكم والاختلاف الآن ما باختلاف شخصي الآن فيه اختلافات في الآراء مثل ما قلت لك هاي طبيعية ما بين محلل في دبي ومحلل في بوظبي ومحلل في الشارجة ومحلل في محطة ثانية هاي شي طبيعي لأن نحن في الاتحاد الآسيوي نختلف على الحالات وهي بتتم دائما موجودة وهذه يمكن تخذ عذر للحكم إذا هذير الكبار اللي هم يالسين مرتاحين يتصير ما بين اختلاف في التفسير فما بالك واحد في لحظتها جميل فلذلك ما معناه أن نبوي الإعلام يدور يجل الجسم لا الإعلام يكون محايت ما ياخد طرف على الطرف ويفكر للمبدأ اللي هو خدمة الكرة بشكل عام في البلد وهذا اللي حاصل بهم أبدا أبدا أنت اليوم بلذكر ياك بعد كم سنين إذا مشينا بهذه الطريقة أولا نحن دمرنا كرتنا وشوف بالنسبة للتحكيم اللي كان متنفس الوحيد لنا عالميا هذا الآن الاتحاد إذا مشى في هذا الطريق بيحطم الأمل الوحيد اللي كان عنده شو رسالتك للاتحاد للرسالة للاتحاد التحكيم الطرف الوحيد في كرة القدم اللي يرفع علم الإمارات من ثلاثين سنة واللي متواجد في أعلى المستويات لا تأخذ على الضغوطات اللي موجودة بتخليك سبب في تحطيم التحكيم أي شكل صورة تجميلية للحكم الأجنبي تدمير للتحكيم 100% داخليا وخارجيا خارجيا الآن سمعتنا قوية بأننا ما عندنا حكم أجنبي مجرد بالحكم الأجنبي بتطلع هذه الاستوان اللي أنتو لو أنتو حكامكم قادرين على يحكم أقوى المباريات والنهائيات كان ما يبتوا أجنبي فلا تطلبوا مننا نحطهم في المباريات الكبيرة ما في نادي سوى في الدولة سمع متر ما سواها التحكيم ولا شيء عندنا في كرة القدم بمستوى اللي طلع فيه التحكيم إحنا ما عملنا كنا في آسيا الأول التحكيم عشر سنوات الأول في آسيا وفي العرب وفي ثوانة وتسعين الأول في العالم أو الثاني في العالم ما شاعدنا نفتح هاتوا نشيف في كرتنا يعني بهذا المستوى إذا ما كان عندنا تفكير وما كانت نظرة أبعد من اللي نشوفها اليوم على المصالح الداخلية والمحلية والاستهلاك المحلي على كرة القدم بالشكل كامل بشكل كامل عما بل التحكيم عليه السلام بمحمد شو اللي نحتاجه بحيث نعود للواجهة في الاتحاد الأسيوي بشكل أكبر اليوم إذا تكلم كعضوية مكتب تنفيذي والتأثير في نفس الوقت حتى على القرارات في الاتحاد الأسيوي للأسف كلنا التحرك متأخر يعني هالكلام اللي تقوله كنا نتكلم عنه من سبع ثمان سنوات كانوا عندنا رجال قامات اتحاد الأسوي يحترم من أول واحد إلى آخر واحد فيه الدول كل اللي موجوده تتمنى ترتبط إيانا لأن الحمد لله احنا القاعدة والنقوية احنا بلد لما ندخل في التنافس على أي استضافة حتى البلد اللي منافسنا بيصوتنا والبطولة الأخير ما الآسيا وضحت احنا مؤهلين لكل شي لكن للأسف الإدارات التي ما تفكر في هذا الشي من زمان ونحنا نقول لهم لازم يكون رئيس الاتحاد عنده مستشارين فنيين مستشاريين في العلاقات الدولية يعني يصير لك رئيس الاتحاد اجتماعات دولية محد يا من الناس اللي تعرف الناس يعرفون يقول لا نهذا رئيس الاتحاد الإمارات يقول العلاقات اللي كانوا بانينها من قبل كل حد يقطع اللي بناها اللي قبل احنا الفترة الماضية انقطعنا انقطعنا بالمرة عن التواصل الدولي بس البطولات البطولات كل حد الدولي يفضلنا على كل حد التحاد الآسوي يفضلنا على كل حد لكن احنا ازلنا نفسنا عن الناس وين الاسام اللي كانت موجودة كانت اعضاء اتحاد الامارات يفرضون رئيس الاتحاد في التحاد الآسوي ويفرضون اللجان اليوم ندور اللجان اليوم يعني تواجدنا في التحاد الآسوي ضعيف جدا في التحاد الدولي ضعيف جدا وحتى المؤثرين يعني نشوف ممكن عدد بسيط علي حماد عبدالله ناصر الجنيبي في الاتحاد الأسيوي نشوف ممكن حتى العدد مبهد العدد اللي هو لا العدد ولا حتى التواصل بعد يكفينا احنا كنا تواصلنا يعني تلقى سبع ثمانية كلهم مؤثري كلهم فيها ماكن مؤثرة يا أخي ليش اللي يطلع يكون عدو ليش اللي يطلع من الاتحاد ليش عدو حق الاتحاد اللي عقبه ليش ما يكون يبني ليش اللي ما يتواصل يا الثاني ويحط باستشار له هل ممكن يرضى يرضى ليش ما يرضى إذا يا بشكل صحي بيرضى لكن احنا حرمنا نفسنا من كل العلاقات اللي بنناها جميل متى ممكن نشوف علي بوتسيم يترشح لأي منصب قيادي رياضي في الدولة دائما نشوف يعني في الانتخابات في الترشيحات علي بوتسيم يبتعد هل هو ما يبغي ولا الخوف من الاخفاق لا الاخفاق يعني هذا تحدي ما في خوف من الاخفاق أنا بصراحة أكثر من مرة مسألة رئيس الاتحاد ابتعت عنه وكان في داعمين كثير يبوني لكن الوضع الوضع شفت أن مما النجاح أبدا مما النجاح المنصب الوحيد اللي أنا قبل تبقي الحمد لله الآن في نجاحات كبيرة اللي هو رئيس مركز تحكيم الرياضي هذا بقرار من الحكومة وتأسس المركز بمرسوم من رئيس الدولة فمشينا في موضوع مثل جديد لأن مرحلة بناء فبننا شيء الحمد لله أصبح صراح وفي وقت قصير لكن العمل في الاتحاد أنا أعتقد الفترة هالليات كان فيها منطق كبير وجود الشيخ راشد مقنع للجميع يعني في دعم من الأندية من الحكومة وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونتمنى إن شاء الله للموجودين أن يكونوا دعم للاتحاد الفترات الماضية صعب السلوب أو النظام اللي موجود أنك أنت تدخل الاتحاد وعندك أعضاء ولا واحد منهم تقدر تعتمد عليه لا في المستوى المحلي ولا في المستوى المحلي كيف يعني ما تقدر تعتمد عليه أو شو فيهم الأعضاء يعني بمعنى صح ترى هاي الأعضاء اللي منتخبينهم عن طريق الأندية زين تشفتوا الانتخبات شو أدتها يابت الناس الناس ما تعرفهم ما لهم انتصال دولي ما لهم انجاز في مجال المحلي ما عندهم فكر نتج عن شيء في المكان أو اللندي اللي منها فلذلك اللي ياه ياه على وضع غير مشجع أنا ما أتكلم عن يعني شكل ما تقول أشياء أمنيات ولا شيء لا أنا أتكلم عن واقع عشنا أنتوا عشتوا وشفتوا يعني اللي صار في الاتحادات السابقة والكفاءات اللي هل كانت بالمستوى اللي كانت تقدر ترفع ترفع الكرة في دولة امارات ما كانت عندها نفسها إنجازات في المكان اللي كانت فيه ولا كانت عندها يعني أندية كان لها دور فيها كبير لو عرض عليك العودة مجددا للجنة الحكام سواء في المواسم الحالية أو مستقبلا بترجع لا أنا مستشار أنا الآن في وضع مما العمل التنفيذي خاص لأن المبدأ هذا الآن أنك أنت تعطي المجال للجيل الجديد اللي عنده طموح وعنده طاقة للعمل وعنده اليوم القدرة على أنه ياخذ هذا التحدي جميل اللي مثلنا احنا يجب يكون سند للي موجود احنا نكون سند بالتواجد بالفكر بالدعم المعنوي الدعم في مجال الإعلام الدعم في كذا لكن أنا نشتقل اليوم بيوم ما أعتقد صعب ما بوقتنا لأن المبدأ الأساسي ما كنا نتكلم دائما نحن عطوا الشباب فرصة فما يسوي نجلب لنحن نبعد نأخذ دور الشباب نحن دور الشباب جميل بمحمد بمحمد كيف يشوف المدرب المواطن واتوقع هذا الكثير يتكلم عننا لكن اليوم نشوف نحن عندنا مدرب كذلك لفريق الشارقة عبد العجيز العنبري وحصل على ألقاب وبطولات مع الفريق مهدي علي مع شباب الأهلي وعودت مدربين المواطنين نوعا ما كذلك إلى الواجهة والمنافسة كذلك من جديد شوف أنا اللي سمع ذكرت أفتخر فيها وعندي علاقة قوية فيها وأعتز فيها أدوا أداء سجلوا سجل مشرف لنفسهم ولبلدهم ولأندياتهم يعني اللي سواه عبد العزيز شيء يعني عجزت عنه يعني كثير من الكفاءات الأجنبية اللي يتنع رجل اشتغل بإخلاص اشتغل بفكر أصبحت الناس تتكلم عن فكر عبد العزيز العنبي وصل الشارجة إلى مستويات اللي شاف الشارجة لما أخذ البطولة ما كان يتوقع أن نادي الشارجة بيكون هذا النادي المتماسك القوي اللي يقدر يتغلب على أي نادي في الدولة المكانيات اللي عنده توفرت صحيح بشكل جيد أكثر من السابق لكن الشغل اللي سواه في الملعب تحس أن عمل فني يعني من فكر وقدرات ومكانيات يعني بصراحة لها تقدير واعتزاز منها اللي سواه الأخمهدي يعني إنجازاته في المنتخب أكثر من نجازات الحكام أغصي للمدربين اللي سبقوه الأجانب وغيرهم حقق بطولات وصلنا إلى مستويات حتى الناحية الفنية اللي نشوفها من من منتخبنا العناصر اللي اختارها العناصر كيف طورها يعني بصراحة نعتز واتشرف بالمدربين المحليين هذي اللي كان جهدهم الشخصي هو اللي يعني اللي طغى على المساندات والدعم اللي يهم بصراحة الاتحاد إذا هالله خير عطى مهدي ثقة ومهدي كان عند الثقة ووقفوا وياه لكن الرجل هو طور نفسه لقى عبدالعزيز نفس الشيء نعم طور نفسه وطلع بمستوى مشرف هذا المجال اليوم مفتوح للكل جميل وهذا يعني نفس الحكم اللي بتحكم على الحكم المواطن والمدرب المواطن جميل كيف تشوف حظوظنا بمحمد في التأهل لنهايات كاس العالم عشرين اثنين وعشرين والله شوف احنا علينا نبذل جهد علينا نبذل كل ما نقدر عليه من جهد عشان نلحق الوضع اللي كنا فيه اليوم احنا مبالأحسن لكن احنا بالطموح نقدر نوصل اي شيء نبوي فاعتقد عدنا كفاءات عدنا لعيبة يعني اطورت مستوياتهم يعني احسن عن الفترة السابقة ما قدر الطموح اللي لابغيه لكن تقدر تحط عليهم المسؤولية انهم يحققون شيء الاخر المباريات اللي لعبوها بعد تحسن فيه تطور في مستوياتهم وان المنتخب يلعب بشكل احسن من السابق اعتقد بعد ما بلازم نضغط عليهم اكثر من لازم لانه بيضيع عليهم التركيز قبل الله نختم معاك بابو محمد شو حاب تقوله او رسالة تبغي توصلها من خلال البرنامج والله يا اخي اش اقول لك ما بالوضع اللي يتناسب مع دولة ما رات يجب ان نوقف وقفة صادقة مع انفسنا هل احنا كأندي نعمل العمل الصحيح هل احنا نتعامل مع اللاعب مع المدرب مع الناشئين الشكل الصحيح لازم ندرس شو اللي بيطورنا يجب ان نعرف ان نحنا في الدولة بشكل عام وفي الانديه بشكل خاص اذا ما بلينا من تحت اذا ما كان عندنا قدرة ان نطلع اللاعب الزيد ما بفيدنا لا اللاعب الاجنبي ولا الموضات الجديدة اللي يت في المقيم وفي التسميات الديدة بس عشان حط سبب انني باجنبي ويعني للأسف التجاوزات اللي صارت فيها والتلاعب اللي السؤال فيها كلها يعني ما تتناسب مع فكر الامارات ابو يا جنيمي بقول ابو يا جنيمي ستة ليش احيس وادور لمخارج ثانية يعني ما لها أساس ولا فيها اقناع والسؤال في كل أننا ما قدرنا نشتغل على الناشئين هنا عيالنا اللي موجودين ما بقاصرين عن اللي نفهم يعني بتسميات أخرى لكن احنا ما عطيناهم الفرصة لو عطيناهم الفرصة وهيئنا لهم الوضع وخلقنا يعني أساس لتطوير الناشئين من المراحل السنية الأولية يعني اليوم أشوف الأندي بالذات من راحل للسنين ما في عندي قياس أنا إذا ما عندي قياس كيف أعرف النتيجة أنا عندي اليوم بوثمان سنين صار عشر سنين صار حد عشر سنين كان مفروض من ثمان سنين إلى عشر سنين أو إلى تسع سنين يعرف على أقل أن يشوت الكرة يسيطر على الكرة المرحلة الثانية التأسيس تقصد التأسيس كيف يلعب الهيد كيف يلعب الصدر كيف يلعب الكرة على الطائر كيف يرفع الكرة وبعدين يتخلف الفكر كيف يتعامل مع الزمان هذه لها قياس إذا شيء ما لقياس ما لتقي ما بعرف أنا وين وصلت فلذلك إحنا مثل ما صار إداراتنا الحمد لله الآن في الحكومة كلها تعتمد على معايير على قياسات وكذا ليش ما تسويف الأندي ترهي نفس الكفاءة نفس المهارات هذه مهارات إدارية هذه مهارات فنية غير موجودة فلندية ليس موجودة ليس موجودة ليس موجودة ومراتي واحد يعني يطلع بشكل يابها موسمية لا هذا ليس موسم هذا نظام جميل أنا شكر لك جزيل الشكر بمحمد على تواجدك في البرنامج وعلى حسن الضيافة كذلك في مجلسك العامر وعلى تقبل كذلك كل الأراء والأسئلة التي طرحناها لك أنا في البداية في النهاية أريد أن أقول أن لا يأخذ حد الكلام الذي قلته على أنه موجه لأشخاص أنا أتكلم عن وضع عام عشته وأتمنى أن أشوفه في وضع أحسن أنا أتكلمت عن إدارة ليس أقصد فلان وفلان أنا أقصد وضع إذا أتكلمت عن التحكيم لا أقصد فلان فلان أقصد وضع وكيف نطول شكرا لك يا مرحبا إذن مشاهدين الكرام شكر موصول لكم كذلك لحسن المتابعة ضيفنا في لقاء خاص كان المنديالي علي بوتسيم ننتظركم بإذن الله في لقاء آخر من لقاء خاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة